إن فيه أحد الإخوة كان كتب إن والله يعني هي مش اسيس الأسرة دوت هدف في الإسلام مين قال لك كده مين قال لك إن الأسرة تكون يعني أقول يعني إيه تسيس الأسرة بالمعنى اللي هي بتقوله هزينة بالغزالة وبعد كده أخدته تبرقه في عزة تطورته في الطرح بتاعها يعني الرجل والمرأة بيتزوجه عشان يربوا أولاد ووظيفة المرأة أن هي تربي أولاد يبنوا الدولة الإسلامية ودي وظيفتهم في الحياة إن هم يبنوا الدولة الإسلامية فما عليش إحنا كأننا بنعتذر لها إن ما عليش عدي في البيت عشان تحقق أي هدف بناء الدولة الإسلامية والحقيقة القصة دي أنا لم أراها قبل إخوان المسلمين حد كتب بهذه الصورة بحد لأن المطالب من المسلم المسلم مش مجرد دولة إسلامية مش وظيفته السياسة فقط يعني أن أنت بتربي أولادك عشان يبنوا الدولة الإسلامية لا المسألة مش مجرد سياسة فقط أنا عارف ممكن يأولوها زي أقولك ما الدولة الإسلامية هي المجتمع لكن أنتم عملكم سياسي رقم واحد عملكم سياسي في العمل الدعوي منذ البداية عمل أعرج يعني عند الإخوات وتابع للعمل السياسي فالمسألة بتاعت أن أنت تسيس الأسرة حاجة مش ممكن يعني كده خليت أن أنت زي ما بقولك كأنك بتاعتذر للمرأة ما عليش حنقعدك في البيت بس أنت عندك وظيفة سياسية عشان كده حنقولك تعود في البيت طيب إفرم لا عندهش الوظيفة السياسية يعني مين قال لك أصلا أن هي المرأة لها وظيفة هذه الوظيفة السياسية ففاهمين الفكرة نيجمع المسألة أن أنت تقول التسيس الأسرة وأن الأسرة تصبح وحدة سياسية في الدولة ووظيفتها أن لا أجماع ده راجع لأن الإخوان المسلمين أصلا كده تنظيم الإخوان المسلمين بهذا الشكل أن الأسرة دي وحدة سياسية كاملة فهو بيعملوا التنظيم التنظير بتاع التنظيم بتاعهم بيخلوا كأن الدولة العالم الإسلام المفروض يبقى كله ماشي كده فاهميني إيه الإخوان عندهم الأسر بالنفس المصطلح كده الأسر وعندهم اللي مش عارف إيه وعندهم التكافل يعني حاجة شبه الشراكية كده موجودة عندهم والشراكات وحاجات زي كده وأن كل أسرة لها وظيفة سياسية حقيقية وظيفة بجد سياسية وأن المرأة الإخوان منظروا البداية لا ينظروا إلى المرأة باعتبارها أن لها وظيفتها الأولى لا 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 بينظروا إلى المرأة أن هي كتلة قوة ممكن نستعملها سياسية فعلى الأقل على الأقل في دعم الدعوة اللي هي يسموها الدعوة وهي دعوة سياسية قبل ما تكون دعوة دينية هي دعوة سياسية في دعم الدعوة كانها حزب والجزء النسائي بتاعه اللي بيضعمها فلا مفهوم تسيس الأسرة ده خطير وليه أبعاد كتيرة ومحتاج يعني وقت طويل اللي يناقش يعني إيه أختنا بتقول إيه المشكلة إن المرأة تربي بص يا أختنا هي المشكلة مش إن المرأة تربي ابنها على إنك تنشئ دولة إسلامية عادي ده كان موجود إنما أنه يخلي تخلي ده هو الهدف اللي المفروض المرأة تعمله بتربي ابنها عشان إحنا أنا أنت قعدة في البيت اللي عادي تربي أولادك عشان يعمله دولة إسلامية هو ده الهدف تسيس الأسرة الأسرة هي وحدة سياسية فهمين يا جماعة مش عارف يعني طهد يقول مش قادرة أشرحها بتوضيح يعني ده مش مش من الأهدافك أو هدف مثلا يرجى من حد لو البعض لا 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 كله حينشئ إن أنت وظيفتك سياسية أنا بنشأك عشان تبني دولة الإسلام وعشان دولة سياسية هو ده الهدف واللي أنا بقنع المرأة إنها طاعت في البيت عشانه أصلا مش عشان ده دور المرأة وده طاعت الزوج وعشان 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 الهدف مش مشكلة شرعية الهدف حصر الهدف هو المشكلة الشرعية إن ده يكون هو الهدف اللي أنت عايش ومتحرك عليه إن أنت متربي أولاد عشان يعمله دولة إسلامية وإن أنت تقول بقى واللي هو الخطر أكتر هذه مشكلة الشرعية في القاتة وهو الأخطر إن أنت تقنع كأنك بتقنع المرأة إنها تقعد ليه الهدف الهدف الوحيد إن أنت تقعد هو أنت بتشاركي سياسية إن إحنا كأننا بنعتذر لها أنت حتشاركي سياسية معنا بس عن طريق إن أنت تربي الأولاد مش عارف كام محتاج توضيحة كتر من كده كأننا بنعتذر خطاب اعتذاري للمرأة إن معلش عودي لا بس كده أنت حتعملي عشان هدف سياسة طب مفرد هي مش عايزة ابنها يطلع في السياسة خالص تمام طيب نرجع طب لو حصل الدولة إسلامية طب لما كان دولة الإسلام قائمة هنا بقى السؤال طب لما كان دولة إسلام القائمة فين هدف المرأة بقى فاهمين الحتة دي يا جماعة أو اللي هي يعني دلوقتي كان دولة الإسلام قائمة فين انت بتكلمش دلوقتي عن هدف لما الطرح دوت لا يتحدث عن هدف ده بيكام عن هدف مطلق ما بتكلمش عن هدف ظرفي ده بيكام عن هدف هدف مطلق يعني ممتد هو ده وظيفة المرأة ليه أعدت في البيت عشان كذا مين اللي قال كده طب ما دولة الإسلام كانت قائمة كانت وظيفة المرأة ايه وقتها بتشجل في العمل السياسي هي بتقول ان هي الطرح بتاعها ميريوم بتحكي على زين المغزلية بتقول ان الطرح بتاعها هادئ وبيحاول يوصل بدون معركة كبيرة مع الرجال بتحاول توصل لقطروحات النسوية وهي ان العمل السياسي والحاجات دي احنا نقدر ندخلها عن طريق بالراحة يعني مسألة البيت عن طريق البيت نفسه نقدر نشجل ونعمل عمل سياسي فهي بتتكلم بقى هنا الجزء ده ميريوم كوك لو تتذكروا لما قررتوا قلت ده قلناها شبه حرفي في حلقاتها براقوف عزة لما تكلمنا عن العمل الخاص بتقول تعلن ان الاسلام يعطي المرأة الحق في المشاركة بنشاط في الحياة العامة وبعد ان تمست اول الحدود بين المجالين الخاص والعام من خلال مناقشتها للغرض من تعليم المرأة اي ان تكون امما فعالة في المنزل الاجيال القادمة من الرجال من رجال الحكومة يبدو انها تواصل ازالة الغمود يرحب الاسلام بالمرأة في الاماكن العامة ولكن فقط بعد ان تكون زوجة امما صالحة في الفضاء الخاص هنا الكامل فاكلين لما عملنا الحلقة التالتة او رابعة في دكتورة راوف عزة قلنا ان الخاص والعام عندها هي كانت تعتبر المرأة وتسيس الاسرة كهدف انها تزيب الفرق بين الخاص والعام وهي صرحت به بعد كده انا اذكر انها كانت في الفات الماجستير راح تقيل الكلام ده الكلام دوت انها راح تقيل احنا كده خلينا الخاص والعام بقى حاجة واحدة وان الاسرة بقيت هي في الشأن العام وفي قلب الشأن العام كمان مع تطوير طبعا الترح بعد تعزينا بغزالي هي برقوف عزة تطورت الترح بصورة كبيرة جدا طيب هنا مريم كوك بتنتقد شوية الكلام ده بتقول بعد التطقيق يبدو ان هذا التقسيم المريح هو في الواقع وهم ده وهم الكلام ان الخاص والعام والجهال ده وهم ان لم يكن مغلطة صريحة لان منطق حجتها يشير بقوة الى ان العمل العام يمثل تتويج للنشاط الخاص للعمل الخاص لانها بتقول ان انت انت طلعي ابن يشتغل ويصبح كذا كذا ويصبح في الحكومة وبتاعه يصنع الدولة ده وظيفتك هو انت عادة في البيت عشان كده اذا احنا بنتكلم على ان العمل العام برضو حتى الخاص هي بتشتغل لا ده دور هامش دور تافي انت الخاص احنا بنتدي لك العزر بس معلش عشان بس العمل العام فانت كمان تشتغل عمل عام فهو برضو ادى اولوية العام والخاص لو تذكروا ان احنا اتكلمنا في الكلام ده من فترة في حاجة تانية اللي هي اتكلمنا عنها برضو فوقتها قلنا ان هي بتقول لما يفضلك وقت بعد الاعمال اللي انت تعمليها في البيت وتأدي دورك كزوجة هي ده كلام زينا بالغزال بتقول بعد ما تخلص ام ناجح وزوجة ناجح لما يفضلك وقت تقدري تعملي العمل العام وتنجح فيه تمام فهي بتحط الاولوية للكام ده طب ما معنى كده ان النساء اللي بتعمل في عمل عام من الاخوان او اي حد معنى انها نجحت في البيت واصبحت زادت النجاح نجاحا بالعمل العام فكلينا لما قلت لكم انها عاملة هرم دكتور هبرا وفعزة في الطرح بتاعها رح تعمل هرم المرأة اللي على كمة الهرم هي المرأة اللي بتنجح في الخاص والعام اما المرأة اللي بتقتصر على الخاص دكتور هبرا وفعزة رح تقيلها صراحة ولا يكلف الله نفسا اللي وسع يعني هي كده كان ما هي فشلة انها تجمع ما بين النجاح الخاص والنجاح العام والمرأة اللي بتجمع ما بين ده وده دي النساء اللي هي في الطبقة العليا نرجع لمريم كوك بتقول هذه ليست عوالم منفصلة بل سلوكيات تتروح عبر طيف مستمر فاكرين ده الحتة دي لما قارتها قلت يعني يا مريم كوك لو كنت شفت الكئام ده من زمان يعني كويس كنت قول أنا نائل منك الله يا على لأن تكلمت ان هي خلت العام والخاص حاجة واحدة وهي طرح دكتور رهيب برضو بتكلم صراحة في المكان الذي يبدأ منه فماذا عن زوجات والأمهات الأكفاء اللواتي يستطيع إدارة وقتهن الاستيعاب نوبات الدعو في أوقات فراغنا أم نساء مثل زينب الغزال اللواتي ليس لديهن أطفال وهن أزواج بص الكلام بتاع مريم الحقيقة الصراحة بتاع الأطروحات الأجنبية أحيان بتصدم بص التعبير اللي زينب الغزال ليس لديهن أطفال ولهن أزواج مروضون فقط زوج مدجن فدي حالتها إذا يجب أن تلقي بنفسها بكل إخلاص في العمل السياسي لأنه بهذه الطريقة فقط يمكنها إطاعة مطالب الإسلام لأن الإسلام أصبح دور المرأة دور سياسي تكلم لما بدأ الحالة الفاتتة كنا كلمنا في الحالة فاتت على أن الشريعة الإسلامية والإسلام بني دور المرأة في الإسلام على الستر هو دورك الأول أنك ستتري ستلاقي العبادة والعبادة من جزء من عبادة المرأة وركن من أركانها وهو الستر ستلاقي هنا قالت على الزوج مروض لها أزواج مروضون هم ليس لازم يلتزموا الأدب الذي نلتزم به يقولوا بصراحة حتى لو لم أعجبتك عندما تقرأ الكامل التي تكتب هذا الذي أخبرت الحلقة التي فاتت هم أزواج مترواضين هم مدجانين مزرط هم هم مدجانة ليس ممكن راجل يقبل الكامل هذا الذي تقول الأجنبيات شيء جميل دور المرأة عندما يبقى دور سياسي يا جماعة طيب واحدة زينب الغزال هي بتقول لك أنا أشرح لك بس حتة ميريام كوكين هي ميريام كوكي بتقول لك الدور بتاع واحدة زينب الغزال اللي عندها أولاد وزوج مدجان ولا مروض أو واحدة لم تتزوج دور المرأة هنا يبان الخلاف ما بين الإسلام الشريعة الإسلامية اللي متطرفين ولا أي حاجة من الحاجات اللي بيقولوها وما بين الطرح الإخواني ليه يا جماعة لأنه نحن بنتكلم إن المرأة بنقول لها أعودي في البيت ليه عشان تربي وتربي أعودي في البيت ليه عند زوجك عشان تعملي دور سياسي إن أنت زوجة وأم طيب اللي ما تجوزتش ولا بقت أم ما لازم تعمل دور سياسي العبادة بتاعتها هم خلين العبادة ركن الأركان العبادة إنها تقيم الدول الإسلامية فلازم تعمل دور سياسي فهنا بتقول لك يبقى معنى إذا لازم مثل هاتي الحالات يعني يجب أن تبقي بأنفسهم بكل إخلاص في العمل السياسي لأنها بهذه الطريقة فقط يمكنها إطاعة مطالب الإسلام شوفت فهمت ما الأخوات أو الأكوان اللي كانوا بيسألوا هو أي مشكلة طرح تسييس الأسرة أو تسييس دور المرأة إن يا جماعة هيصبح دور المرأة هو أنها تبقى وظيفة سياسية وظيفة المرأة أنت بنقناعها لي بنقناعها بالقرار في المنزل طب أنا ما عنديش عيال أنا لم أتزور يبقى أصبح لازم تأدي الدور السياسي لأن ولا أم ولا حاجة يبقى لازم عندك وقت فرائع أخطر لازم تأدي الدور السياسي والجهاد من أجل بالظبط سيكون الأصل والخروج من المنزل والعمل السياسي فهمنا الحتة هذه الطرح رحة ميريام بنت اللازينة بنت اللازينة كفر كفر جرحت جايبها وأجابت بالآخر يعني مد خطع بس قمته يعني معنى كده أستاذ زينب بالطرح بتاعك ده أن طاعة الإسلام هتكون بالخروج والعمل السياسي طيب هتلاقي بقى التلمح زينب الجزالي إلى أن جميع المسلمين بمن فيهم النساء يجب أن يحرروا أنفسهم من القيودة التي يفرضها الإسلام الجير مفهوم يعني النوع جير مفهوم الإسلام وأن يصبح الناشطين وينخرطوا في الجهاد لإقامة دولة إسلامية هذه الدولة إسلامية هي التي توفر صغرة ناشط المرأة والعمل العام الرؤية الأولى اللي هي قلت لكم عليها المرة الفاتت اللي هي اللي لما قال لها يا غزالي كما تدعي إن قال لها يا غزالي وكام ده الرؤية التانية بتقول إنها كانت شافت نفسها مع الهضيبي ومع النبي وحاجات زي كده بصر الرؤية ديها بتركز عليها ميريام كوك هنا بتقول شافت في رؤية من رؤيات اللي هي بتحكيها بتقول إن كانت على كمة جبل وكان معاها الهضيبي و شايفة أطر بيعدي تحت الجبل وفيه نساء عارية مرأتان عاريتان فالهضيبي انتبه إلى حولها النساء يعني عارض يعني الاهتمام بيهم فهي بتنصح أو بترد عليه على طول إن لازم نعرضهم إن إحنا نصلحهم بدل ما نعمل كده فهي ميريام كوك بتعلق على الرؤية دي بتقول إنها على كمة الجبل ليست فقط مساوية للزعيم إمامها الهضيبي اللي بتعتبره إمام المسلمين وكذا وكذا اللي هي بتقوله ولكنها أيضا معلمة الهضيبي كان سيكون سعيدا إذا ترك العالم يستمر بطرق الفاسدة ولم يشعر بأن الهضيبي يعني لم يشعر بأنها يعني ردت عليه فإن تأديب هذه المرأة لرجل من المفترض أن يكون متفوقا عليها يعني أمر شائع في تاريخ النساء الصفيات يعني اللي هي الحاجات التعطيصفية متأثرها بربع الأعدوية اللي إحنا حكينا عنها قبل كده إنها أكثر وعيا من الهضيبي بسبب معاناتها وتجربة في السجن تعرف إنها لا يوجد أحد ما من كاشرين على المبدو منيعا على الخير بطول الرؤيات الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال تحطت نفسها مع مجموعة من نساء المرأة مع عائشة السيدة عائشة والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم وقف مع الهضيبي وأنه يعود يقول لعائشة إنها تصبر وهي عائشة ترح مسك إيد إيدها وتضغط على إيد زينب وكام ده بتقول إن هي ميريام كو بتقول لاحظ إن هي لا تنكسر أبلا على الرغم من حقيقة أن تعذيبها يجعل تعذيب جميع الآخرين تعذيب واهي يعني مقرنة بالحاجات اللي هي بتمر بيها وهي تدين أزواج الأخوات المسلمية الذين هربوا عندما قلقوا يقبض على زوجاتهم وابتلعن بمدح خافة زوجها الذي فعل ما هو في وسعه للتمسك بزوجها تسامحت معه في أحسن الأحوال عارفين الزوج اللي احنا تكلمنا عنه مرة فاتت ده يعني حصل ضغوطات عليه إنه يطلقها فرح يطلقها يعني لما سمعت عن حكم صدر ضدها بالسجن خمسة وعشر سنة طلبت منه على فرق التوقيع على أوراق الطلاق حتى لا يضطر إلى الانتظام بعد أن رفض في البداية ده الثاني وآخر زوج ليها ما تجوزتش بعد الثاني ده بعد أن رفض في البداية أزعا لأن الحكومة تدخذ بخيار إما توقع على أوراق الطلاق أو تروح معها السجن فكونه كبيرا في السن مريدا لدرجة أنه لا يخاطر بمصاعب السجن فقد وقع في غضون وفي غضون اسبعين توفية توفية تذكر الغزالي أن شكويقاتها أعلنت أنه مات دون شرف وهي سكتة كأنها موافقة من هرب يعني ما تمسكش تقدم الغزالي النفسية على أنها المجاهد المثالي بيتكلم على أن هل الحياة دي اللي هي كانت عايشاها كانت بتتوافق مع المعايير الإسلامية الأنوسة هل هي مريم كوك في الجزء اللي جاي ده كله بتقول بيقول إيه بقى بتقول زينب الغزالي بتعلن هي كان مريم كوك طرحها القاتل أن زينب الغزالي بتعمل حاجة وبتقول الكلام هي بتقول الكلام أن الست لازم تبقى أم وزوجها وبيتها رقم واحد في الواقع هي بتعمل العكس حاضر أخونا حاضر أخونا إن هي في الواقع بتعمل العكس وإن ما ينفعش مريم كوك رأيها إن ما ينفعش تجاهل اللي أنت بتعمليه في أرض الواقع واللي أنت تعمليه طول حياتك مش ظرفي معين ده طول عمري تمشي بنظام وتيجي عايزة تحكي علينا تقول إن تطلع في المجلات في كل حتة تقولي والله دور المرأة منها تبقى أم وزوجة وبتاع زوجة والكامدة كله يا ست أنت بتقولي إيه بس أنت عمرك ما عملت الكامدة ده الطرح ده ملاقص أو مجز الطرح بتاع ميري مكوك فهي بتقول لك إيه با بتقول لك مثلا تعلن أن المرأة يجب أن تتزوج وأن تكون مطيعة لأزواجها وأن تنجب أطفالها صح يا جماعة مش هو ده ده زينبج زينبج كانت تكرره تمام بتقول مع ذلك فقد طلقت زوجها الأول لتدخله في عملها هو العمل لشغل النسوية اللي هي كانت شجلة فيه ولم توافق على الزواج مرة أخرى إلا النسوية المتدينة اللي هي مشة فيها ولم توافق على الزواج مرة أخرى إلا بشرط أن يعترف زوجها الثاني وهو رجل أكبر سنا كان متزوجا بالفعل وبالتالي أقل تطلبا بأن دعوتها تحل محل زواجها وبعد ما قبل يمين ولا لحسن بنى الناس يموت في سبيل الله كنت قد قررت إذاك مسألة الزواج من حياتي حتى أكرس بالكامل للدعوة عملي للدعوة في اليوم الذي تضعني فيه هذه المسؤولية في سبو المجادين لا تسألني ما سأفعل كل هذا أرناء المرة اللي فاتئة فهي نقلة منها الكامدة كله فتقول يعني هي بتذكر واحدة سكينة من حفيدات النبي قاعدة تقول إيه دي برضو كانت تزوجت من خمسة أزواج لم تطع أي منهم وفاتمة برنيسي كانت بتوع التسايد فاتمة برنيسي دي كصة لوحدها بقى نحن نحن نجيلها مرة تانية دي إجرام لوحده إجرام وأثر في النساء المتأسلم موجود يعني بتقول فاتمة برنيسي تعتمد عليها قوي بص النموذج العظيم ده ده حفيدة النبي لا تطيع أزواجها أصلا ما فيش حاجة اسمها طاعة زوج وكانت أن هي كانت تعتمد على حاجات زي كده وأن ممنوع يتجوز عليها وكام زي كده بناء عزيك فإن زوجة الغزالي لا يسألها عن أنشطاتها حتى عندما يأتي شافي منتصف الليل يسمح لهم بالدخول وكام إحنا عرضنا الحلقة اللي فات من خلال تكليفها بدور أم المؤمنين الله فاكرين لما كنا بنتكلم عن أن الدكتورة هي بروف عزة بتعمل نفسها كأنها أم المؤمنين فاكرين اللفظ ده تخيلوا أن هي ميريام كوك قبل أن ألفظ هذا اللفظ بعشرين سنة قيلة أنه دور عاملة نفسها أم المؤمنين فإنه ينزع فتيل التوتر المتأصل في هذا الاجتماع أما بالنسبة الأولاد البيولوجين الأطفال البيولوجين الأطفال البيولوجين بتوعها بقي البيولوجين معناها أن أولادها اللي من صلبها هي عما تقول أنا أمهم أنا أمهم هي 37 سنة وأمهم أمهم لكن أطفالها بجد أولاد بجد لا فهم بعيدون جدا عن أي من أولوياتها لدرجة أنها في الكتاب لا تذكر حتى عدم وجود الأولاد الموضوع مش شغيلها أساسا مذكرتاش مذكرت في مقابلة تقول أنها تمكنت من تكريس نفسها القضايا الإسلامية بسبب وكاد بكوسين بقى نعمة كبيرة والتي لا تعتبر عادتها النعمة أنني لم أنجب أي أطفال الفكرة فيها يا جماعة ما الذي يمنع النتيجة واحدة تقول هدى يعني معنى كده أن عدم الإنجاب دي نعمة والله ما هي قالت دي نعمة نعمة كبيرة أنها ما أنجبتش عشان أتفرغ للجهاد أضافت أنه نظرا لأن زوجها كان يمارس عدد الزوجات وكان سريا ولديهما خدم فقد كانت حرة في فعل ما يحلو لها أثناء وجوده مع زوجات الأخريات أنها تكتفي بتبني المسلمين اللي بتسميهم أطفالها أو أولادها سيعاد النظر في المسأل الأعلى لحياة المرأة المنزلية اللي هو حقوق الرجال على أقاربهم الإناس عندما تبنى وتشيد الدول الإسلامية هنا بقى للطرح الأخطر بتقول الجزالي قد يصرق الأمر أجيالا حتى يحكم الإسلام نحن نتصرع في اليوم الذي يحكم فيه الإسلام ستجد المرأة المسلمة نفسها في مملكتها الطبيعية وتعلم الرجال تطرح حياة زينا بالجزالي وكتباتها تعليق ميريام كوك أجندة تسمح بتمكين المرأة خارج المنزل وهي تبرز أهمية نشاط المرأة في الجاهلية الحالية ومن خلال مثالية خاص تؤكد على أن المرأة يجب أن تكون نشطة في السعي لتطبيق الواجبات تجاه الله والدول الإسلامية فوق حقوق الأفراد يسمح لها هذا التساس والهرمي باستخدام نظام القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية يعني عشان تمكن نفسها فهي ميريام كوك بتقول هي رايحة تستعمل الشريعة عشان تعمل تمكين المرأة بيذكرك بإيه برضو فاكرين فاكرين لما كنا كامة تحرير المرأة من العلمانيات متخلفين يحبوك نعمل تحرير المرأة وتمكين المرأة عن طريق أن نحن نروح للشريعة الإسلامية ونستعمل الشريعة الإسلامية في هدفنا يسمح هذا التساس والهرمي باستخدام الشريعة الإسلامية وتمكين نفسها لم تكن تعلم فقط أنها قد تملي شروطها للزواج تكتبها في العقل بل تحوات أيضا إلى ركن الإسلام السادس وهو الجهاد الأمة الإسلامية منخرطة في الجهاد والحرب لبناء الدول الإسلامية وبالتالي يخضع المسلمون لقواعد الحرب وقواعد الحرب على قواعد شازة تسمح بتعديل قواعد السلوك الاجتماعي والترتيبات الجنسانية التحسبة للنجتمع ما بعد حرب الطباة ويعني ايه بقى كل الكام ده الحتة دي هي ميريام كوك بتقول هنا هي بتقول بتستخدم زينب الغزالي بتستخدم حالة الجهاد دي عشان تقول لك والله حالة الجهاد دي هي حالة السسناء ففيه جهاد دفع اللي هو زي ما قلت لكم هي بروف عزة شربت الفكرة دوت وطلعته في الطرح بتاعها إن احنا في جهاد دفع ولابد أن نظل في جهاد وهو ده اللي مخلي المرأة تطلع ومخلينا نعمل أدوار وإن احنا وهدنا حياتنا لله والكامل هي بتقوله ده كله تمام لكن المهم إن برده ده عبارة عن نفس الطرح بتاع هودا شعراوي مع أسلمة هذا الطرح بتاع أن المرأة لابد أن تخرج وتعمل وتشارك وتساعد في الحياة السياسية ووو طب ما هو ده نفس الطرح إيه اللي اختلف قوي غير إن تحط عليه كلمة الجهاد بس بدل نضال ضد من أجل حقوق المرأة خلتي الجهاد تمام ومن أجل الدول والحاجات اللي كانوا طلعوا اللي بتوع بمطلع القرن أو الربع الأول من القرن العشرين ده كان الطرح بتاعهم واللي ممتد للكام بتاع قاسم أمين والمجموع القومية اللي طلعت في أسس و سعمية أس و سعمية و عشرة أو نهاية القرن ساعتاشر وأول بداية القرن العشرين كان طرحوهم إن نهضة المجتمع نهضة مصر نهضة مصر فهو طرح قومي نهضة مصر لن تكون إلا بنهضة المرأة وبتمكين المرأة وحرية المرأة فهنا طرحهم دايما برضو النضال من أجل مصر والجهاد من أجل الأمة المصرية هيكون عن طريق تحرير المرأة وتمكين المرأة عشان المرأة هي اللي كذا وكذا فهو الطرح بدل الأمة المصرية وهذا الطرح القومي واللي بيأخذ مع محمد الغزالي مثلا مش محمد الغزالي اللي دايما بيفكرني به مع اسموه دوة محمد عبدو الطرح بياخد صورة إسلامية برضو اللي هي فكرة من أجل الأمة نهضة المرأة وحرورية المرأة من أجل الأمة ومع القومين ياخد حرورية المرأة والنضال من أجل المرأة مش عشان المرأة ده عشان الأمة ونهضة مصر هو أنت خلتي الجهاد من أجل الدولة الإسلامية ونهضة الإسلام هيكون من تحرير المرأة يعني هي نفس الطرح بس بدل الجهاد بدل النضال من أجل مصر رح يبقى الجهاد من أجل الإسلام إن الحالة دي هي بتقول ان دي حالة الاستثناء بتقول هي بتستغل الحالة دي ان يا جماعة دي حالة الاستثناء فجاءة بدافع فلازم كلنا فكلنا في جهاد عشان نقيم الدولة الإسلامية بتقول هي بتخليها عشان حالة الاستثناء دي عشان تخلي وضعها كده هو ده احنا بنستغل فهي رؤيتها ميريام كوك رؤيتها للكلام ده وتلي بتقول زينة بالغزالين والله يا جماعة ده اشتغالات اللي بتعمله ده الطرح بتاعها هي طرح وده اللي راحت قابلت زينا بالغزايا نفسها وبصوا ليه باشرح لكم قوي ميريام كوك ايه طرحها و ايه فكرة هي شايف ان دي انسانة متناقضة السلوكيات بتاعتها طول حياتها بتقول ان دي واحدة نسوية وبتغلف النسوية باشكال تانية لكن الكلام والتصريحات في دور المرأة بتتكلم عشان ترضي ولا تصير مجتمع الزكور والشريعة الاسلامية ان والله دور المرأة كذا وكذا وكذا لكن هي بتقدم نفسها هي نفسها بتقدم نفسها ان انا مجاهدة وانا مش هعمل الكل الكامل المفروض هي بتدعو النساء انها تعمله هي كي تتحدث بصوا بقى هي بتقول ان عشان تتحدث زين بالغزايا وكي تكون زيت فعالية واثر يجب عليها ان تتبنى تلك المعايير الجنسانية التي يقرها الدين يعني ادوار المرأة ودور المرأة كذا ودور الراجل كذا فهي بس عشان تقدر تتحدث بحريتها وتكون لها فعالية ان هي تتحرك هي تبنت الطرح ده مع اظهار انها مشروطة بالدورات الاجتماعية والدينية انها تستخدم خطاب الحياة المنزلية بينما تخرد معناها بصوا الحتة دي ميريام كوب بتقول زين بالغزايا تستخدم خطاب الحياة المنزلية ده دور كذا وكذا في المنزل بينما تخرد معناها من خلال سلوكها اذا كانت النساء في اوقات استثنائية مثل الحرب او الجهات قد يتعاملن مع ازواجهن واطفالهن كما كان الرجال دائما على صلب زوجاتهم واطفالهم يعني بقوا بيتعاملوا مع الرجالة ندية وبقوا عاملين زي الرجالة فقد يكون من الصواب في النهاية بعدما تنتهي الحرب يعني والاستثناء ده ان يستمر هذا الوضع ان يفضلوا بالندية دي مع الرجالة عند اذن كما هو الحال في اوقات الحرب قد تصبح الادوار المنزلية مصدرا للمقاومة لان النساء سيحولنا مسؤوليتهن الاسرية لتشمل المجتمع باكمله شاهدت بقى تأسيس الاسرة مجرمة ميرين كوكدي مجرمة لعن الله الكافرات مجرمة الاخوات اللي كميسألوا ايه مش كالتأسيس الاسرة هي بتقول تأسيس الاسرة هنا هيبقى الادوار المنزلية دورها في المنزل ده هيبقى مصدر ان انت بتقومي ان الرجالة يمسكوك ده انا وظيفتي ان انا بطلع وبعمل 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 في المجتمع وده حالة السسناء وجهاد ومش عارفة فلو الرجل جاي يكلمني واللي تشوف بقى مع دكتور هيبارو في عزة اللي قالت المرأة حتنزل وتعمل لانها تعتبر في جهات دفع وما دامت في جهات دفع فالفقه الاسلامي بيقولك لا يلزمها ان جزها يوافق فبالتالي تنزل وتعمل اللي هي عايزة وماينفعش زوجها يعترض ان هي تنزل وتعمل لان العمل هنا المرأة تعمل ويبقى ليها دور عام وحاجات عامة الزوج لا يتدخل ممنوع انه يتدخل لان العمل هو جهاد تمام؟ من اجل اقامة الدول الاسلامية ومدام العمل هو جهاد ويعتبر جهاد دفع العمل وخروج المرأة الى المظاهرات او اي حاجة والحاجات اللي هي بتعملها المرأة دي ودور المرأة في الحياة العامة هو جهاد دفع وجهاد الدفع الزوج لا يجوز له ان يعترض على المرأة فهي ميريام كوك يعني الفضيعة دي هتراحي دقال لك ده هنا يبقى دور المنزل وفكرة تسيس المنزل دي يبقى يبقى هنا انت بتعملي ان ده مقاومة للرجل مش بتستغرم البيت عشان تقاوم الرجل هتنتهي بقى بتقول الكنكلوجين بقى للسنتاج العام المشاركة في الجهاد تحول الجزالي الى شعار عام ونموذج للنساء الاخريات اللواتي يحاولنا تمكين انفسهن في اطار اسلامي مفهوم يعني هي بتقول ان زينب الغزالي قدمت نفسها ان انا مجاهدة وعشان كده بعمل كل دوت افرم رجالة اعمل كذا اعمل كذا انا بعمل فهي بتقول ان هي خلتها زينب الغزالي كأنها شعار وقضوة للستات اي واحدة تبقى عايزة عاملة زيها قد تدعي في المقابلات وتكتب في المجلات الاسلامية ان المرأة يجب ان تقتصر على المنزل ولكن في حياتها وبشكل ملحوظ في كتابة حياتها تهمش الحياة المنزلية وتمجد النشاط السياسي صح؟ مش ده اللي حصل مذكراتها وكل كتاباتها كلها بتمجد الحياة السياسية والنشاط السياسي في الحياة المنزلية هي بتوع تقول للنساء ايها وانتو والمفروض ودورك في الحقيقة هي متعملش كامدة تؤكد استقلالياتها من خلال انشاء فصل بين الكلمات والافعال تقول مالا تفعل انها تتحدث بعبارات معيارية فيها تقوى ثم تشرع في التصرف بشكل معارض لما قالته للتو بتقول قد تكون زينب الغزالي حالة شزة عندما كتبت مذكراتها في السجن في اواخر السبعينيات لكنها لم تعد كذلك الآن بص ميريام كوك في اول الفية كده بدأ الفين وواحد بتقول لم تعد زينب الغزالي حالة شزة دلوقت النساء في الجامعات الإسلامية في كل مكان صرنا يستخدم لنا الآن لغة زينب الغزالي في التكيف والمقاومة دون اي شعور بالتناقل سوريا دوفال دي واحدة علمية اجتماع سويدية كانت برضو تكلمت عن اخوان المسلمين وزينب الغزالي وعن النساء بتاعتهم بتقول ان النساء العضاء في جامعة الاخوان المسلمين المصرية او يرون انه منواجب المسلمين الخاصين تغيير المجتمع من حولهم الى شكل اكثر عادل ومساوية يتوافق مع التصورات الإسلامية كيف يكون ذلك؟ نقل الدوفال عن زعيمة إسلامية من الاخوان من واجبنا كنساء مسلمات ان يكون لنا رأي في سياسة بلدنا والسياسة التي تشكل حياتنا كنساء السياسة ليست فقط عالم الرجال كما يريد العديد من الرجال النشر الرأي ده يعني على العكس من ذلك اصبح شاغلنا الاساسي عبر التاريخ الاسلام منذ 1500 سنة عندما كان شاغلنا يعني عندما اعطت النساء النبي صوتهن شخصيا اللي هي البيعة لقد تمت مخاطبتنا على قدم المساواة وكنا شركاء متساوين في شؤون الدولة وبعد كده حتكمل بتقول لانه لا يحق لأي رجل ان يحرم المرأة من رسائتها الاسلامية الخضوع هو فقط لله وليس لأي انسان يجب على المرأة المسلمة ان تناضي من اجل حقوقها حتى لو كان ذلك يعني في بعض الحالات الطلاق فهي مريم كوك بتقول كلام الجزالي بيرن بصوت عالي وواضح ده كلام الجزالي هي مريم كوك بتقول شايفين الكلام ده اللي بتقول الحركات الاسلامية والاخوان الستات بتقولوا لدوفال ده 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 الغزالي ده زنب الغزالي اللي بتتكلم هي طبعا واحدة تانية من زنب الغزالي بس مريم كوك عايزة تقول ان بتوع النساء بتوع الجماعات الاسلامية والاخوان وغيرهم بقى عمين يرددوا طريقتها الكلام بتاعها فحتة ان لو تعرض هتطلق ايه المشكلة يتطلق المهم ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم هو اللي بنجاهد عشانه فهي هنا مريم كوك بتقول اصداء الجزالي ترن بصوت عالي وواضح في الواقع تشيد دوفال بالجزالي باعتبرها رائدة هذا النوع النسوية التي يمكن ان تتبنىها النساء الاسلاميين بتقول دوفال بقى بتقول زينب الغزالي قامت بحملة من اجل المرأة والامة بمصطلحات اسلامية في حين ان النسويات الاخريات في ذلك الوقت نضمنا من اجل حقوق المرأة وحقوق الانسان بلغة العلمانية والديمقراطية فدوفال فرحانة اوه بزينب لحيل واو يا زينب انت خدت النسوية خد اسلمتيها برافو يعني في حين اكدت هؤلاء النسوات بالسمراء على تفوق الغرب في اهدافهن وافعالهن النسوية كانت الغزالي ملتزمة بثقافة السكان الاصليين ومتابعة النسوية من حيث السكان الاصليين كانت مصممة على ايجاد النسوية داخل الاسلام دوفال البرأة بتاع دوفال ساعة 1998 يا جماعة احنا مغفلين في العالم العربي انتم بتخذين زينب الغزالي كم الأوراق وكم الناس اللي عمين يتكلموا انها عملت نسوية اسلامية نسوية من داكل الاسلام وده هدفها تعرفين الورقة دي من امتى 2001 ساعة 2001 ودوفال ساعة 1998 ساعة 1994 ميريام كوك اول حاجة كذبتها عن اسمها ديت زينب الغزالي اول مرة ساعة 94 ما فيش نقد واحد بالقوة دي عند المسلمين ولا ربع القوة دي تخيلوا الناس مولعين الدنيا بره ودراسات والأمر منتهي عندهم واحنا لسه هنا اذا اعوز بالله زينب الغزالي النسوية يا راجل الناس بره معدين الكلام ده من التسعينيات تسعينيات اكتر واكتر من التمانيات قبل من التمانيات في منتصف التمانيات ساعة 81 85 ورقة فالري هوفمان اللي هي ناشطة اسمها an islamic activist زينب الغزالي نرجع بس للكلام بتاع اللي ستنهي بي ميريام كوك بتقول خلال سيف سنة 95 حضرت احدى جلسات زينب الغزالي صباح الاثنين في شاقتها بوسط القاهرة واحد من تلاميذها الشباب هوداني للمجلس بتاعها جلس خلفة مكتبها المغطى بامطار من الشاشة زي اللون الكريمي الحاجات بقى بتاعت ايه ميريام كوك امرأة فلازم الحاجات بتاعت الستات دي المكتب بتغطي بش عارف ايه ولونه كزا مهما انت تكون باحثة او اللاجندة ستات ستات وامرت باعطاء نسخة من المجلد الاول من تفسيرها للقرآن بعنوان اراء حول كتاب الله صدر في العام السابق في وقت لاحق قرأت اجزاء من الكتاب كانت تفسيراتها محافظة لا هذا ليس مفاجئا لان موقفها الديني والاجتماعي لم يسمح لها باجراء تأويل نساوي اسلامي وده يمكن هنشرحوا في حاجاتي يعني ايه تأويل نساوي اسلامي ما فيه مفسيرات للقرآن في النساوية بيفسروب اه تخيال عامل تفسير القرآن التفسير انا قريت فيه شوية على فكرة من كم سنة من ساعتين لما كنت بدأت اقرأ عنها التفسير عادي جدا يعني نقلة من هنا وهنا وهنا بس ما بتعملش اي حاجة يعني مجرد نقل او تقميش وخلاص بعد انتهاء الاجراءات الاولية انتقلنا الى ما بدأ وكانها محاضرة او منولوج اكتر منه محادثة كانت سمع الى اسئلتي ثم تسجل اجاباتها على جهاز تسجيل قديم كان لدي سؤال واحد كنت حريصة على طرحه هل اعتقدت يا زينبا غزالي يعني انها بمجرد هل تعتقد ان مجرد نجاح الجهاد في تأسيس الدول الاسلامية يجب ان تعود النساء الى المنزل يا خبرة بياض عارفين بقى هي بقى انا ببص يا زينبا غزالي انا جايالك انا صايعة يعني انا جايالك وحافظة وانا اريان انت نساوية سيبك بقى من الكلام بتاع الجهاد انا شايف ان انت نساوية تمام فبتقول انا رايح اسألها السؤال ده بعد انتهاء الجهاد وانشاء الدول الاسلامية وتأسيسها هل يجب ان تعود النساء الى المنزل جلست بهدوء لفطرة من الوقت دون ان تعيد تشغيل مسجل وزلت فطرة من الوقت قاعدة بصالها احنا نسوان زي بعض نساء فاهمين هي ميريوم كوك رايحة كامدة مش حيتلعب عليك كامدة انا بحيثها اكاديمية كأنت واحدة نسوية بغض دخل النفل اعلنت اخيرا تحدثت اخيرا فقالت ان النساء يجب ان يستمرن في فعل ما كنا يفعلنه حتى يفعلنه من انشاء يجب ان تقرر السلطات في الدول الاسلامية حينما تقوم الدول الاسلامية الجديدة وضعهن النهائي الوضع النهائي بقى يجب ان يستمرنه فارح تقول لها ماذا عن تولي المناصب العامة راح تقاد بالتأكيد بسرعة بتقول اجاوبتني بسرعة اه طبعا للمناصب العامة ويمكنهم العمل في الحكومة الجديدة بتقول راح تقيه وراح تساكتا كده قاد مش الرئيس يعني بالزبط يعني قاد بس رئيس الوزراء مثلا النساء يبقى ويمسكوا رئاس الوزراء اللقاء نرجع نروح بسرعة على لقاء فالري هوفمن اللي عملته بقى القديم لان لقاء فالري هوفمن ده اعتمدت علي ميريام كوب كتير فالري هوفمن بتقول انا لما قابلتها ففيش وقت تعليقات مهما بص لها على حاجات بتوري حتى اكتر من مسألتي النسوية هي قابلتها بتقول لها ازاي تواصلتي مع الاخوان المسلمين في الاول بتسألها فزان الاخزاء بترد عليها بتقول لها الاخوان المسلمين هم جماعة المسلمين في كافة انحاء العالم وبالتالي من الطبيعي بل واجب على كل مسلم ان هو يكون متصل بهذه الجماعة معك هتقع طول انا قابلت حسن البنة كذا والامام الحسن البنة هو مجدد هذا الدين ومجدد الامان بتقول ايه الانشطة التي انتم تعملون بتقول لها هدفنا ان احنا اكوني مثل مسلم ومسلم ومسلم بنعرف لما بدأنا لما بقى عملت الحاجة لما انفصلت عن هده شعراو عملت جمعية بتقول لها انت عملت جمعية منظمة نسوية بس بشكل اسلامي عملت يا وانت عندك 18 سنة اتلاها اتلاها نجحت نجحت نجح كبير كنا بنعرف الستات ان تحرير المرأة يكون من داخل الاسلام لازم يكون وسبب تخلف العالم الاسلامي وتخلفنا يعني فاهمين الجزء بتاع التقدم والتأخر فاهمين الحاجة ديت اللي هي بتاعة التقدم والتأخر والتقدمية والطرح التقدمي في برقوف والتقدمية ده جزء هي هتلاقي نفس الترح ده ان سبب تأخرنا وتخلفنا في العالم الاسلامي هو ان احنا ابتعدنا عن الاسلام والمرأة هتوصل لدورها تاني وتاخد دور كبير لما ترجع العالم الاسلامي تاني بتقول لها انت قلتي ان اتصالك مع الاخوان المسلمين ده حاجة طبيعية هو اللي مش جوه الاخوان دوت مش مسلم حقيقي او مسلم صحيح قلت لها ده مسلم ديفيسينت مسلم مسلم ناقص يعني مش مسلم تامع وعلاج هذا النقص يكون بانضمامه الاخوان المسلمين لازم ينضم الاخوان المسلمين وهي يمكن في المذاكرات بتاعتها كانت بحاجات كده ان جماعة المسلمين وان هي شايفة هي جماعة الحق وان الامام من هذه الدنيا بيكون مرشد جماعة الاخوان المسلمين هو امام المسلمين الذي لا يجوز ان واحد يكون لازم يكون عنده باعة هي بتقول بترد عنه بتقول لها عن دور المرأة بتقول لها لا المرأة دورها مهم في اننا تعمل الحياة في الدعوة الإسلامية بل هم أكتر نساء أكتر نشاطا لان الرجالة بتشتاجل اما احنا اللي علينا الحمل الأكبر في الدعوة هي الحمل الأكبر جزء منه ان ننشق أجيال ووظيفتها ان هي تملى المراتب في الدعوة رانكس زي اسلام الكون مناصب مراتب الدعوة طبعا بتقول لازم الولد يبقى عنده كذا وكذا ولازم المرأة تبقى عارفة كل حاجة وعارفة دينها ودنيتها وعارفة كل حاجة وهو كلام حق لكن في الآخر الإلزامية طبعا خطأ لكن في الآخر هي بورسة عايزة توصل لإيه المرأة تشارك في الحياة العامة مدام لا يصطدم بحياتها ووظيفتها كأم طبعا نفس الحاجة ده اللي خلى ميريا كوك بعد كده بسنين بتقول كلامها بتقول كلامه وحياتها متناقضة ووظيفتها الأولى كأم هي هل كل الستات لازم تتزوج في الإسلام مفيش مكان لان المرأة تبقى ما تتزوجش فهي زيني براجزة بتقول لها الزواج سنة مؤكدة في الإسلام وبالتالي ما فيش حاجة اسمها اللي هي انقطاع يعني واحد يبقى مقاطع ما يتتزوجش والرجال لابد ان يتزوجوا إلا إذا كان عندهم عزر زي ان هم يكون عندهم ضعف وبردو نفس الأمر النساء لازم تتزوج إلا لو عندهم ضعف ده كلام ليس لا علاقة بالفقه ليس لا علاقة بالضعف بالفقه يا جماعي وعرضنا الأراء الفقهية على الأقل الفقه الشافعي يعني كم ده غضب بصوا الكامل اللي جاي وركز بطول لكن الزواج انشئ في الإسلام عشان ينتج أطفال و تتزوج عشان تلد وتجيب أطفال وتؤسس أسرة وهذه الأسرة هي الوحدة الرئيسية أو الأصلية في بناء الدولة الإسلامية الزواج مهمة ودعوة مؤسسة في الإسلام أنت كنت متزوجة قال لها أنا أتجوز زيني مكزاني قالت أنا أتجوز من الصين أنا لقيت زوجي الأول خد كل وقت واحدة واحدة بصوا الحية بتقولي أتجوز أنت أنت الأولى خدت كل وقت وأبعدتني عن مهمتي الله بشياستي أنت أيلة أن المهمة الأولى المفروض تنجح فيها يكون مرأة وما تطلعش للعمل العام أنها تكون زوجة وأم الله فهو ده سبب الطلاق I had mida condition أنا وضعت شرط أنه لو ما لقينا في اختلاف ما بيننا أن إحنا نتطلق فيه اختلاف تطلقت عشان عايزة الزواج وقت كل وقت ده أنت كيف ما خلفت أصلا ده أنت مرد ما ما خلفت إش لا الجواز وقت كل وقت يلا نتطلق هذه المرأة طلبت الطلاق وطلقت من أجل أنها لم يكن تشجل في البيت وزوجة الثانية كان عنده خدم وكان تتجوزته ومتجوز عشان حتى يبعد عنها وليس وقت طويل وليس يصدع فإن الكلام الكبير الذي تطلب الطلاق يعني عارفون يعني مرأة تطلب الطلاق عشان ليس تشجل في البيت وعايزة تتلع هنا وتتلع جمعيات وتقابل ليس عايزة سبحان الله يعني إسلام كوز was the essential الجوهر أو المهم أو الأساسي هو القضية الإسلامية جوز الثاني كان يعرف أن أنا سبت جوز الأولاني بسبب القضية وإداني طلبت منه written agreement اتفاقات مكتوبة شروط يعني شروط التي تحط ها ترعت أن تكتب ها في عقد الزواج أن هو يعمل كذا وكذا وأن هو يسيب ها وأن هي تعمل الشجل في الدعوة كام ده كله حطتها في عقد الزواج تخيلوا هنا تكتب لا ده written انتفاقات مكتوبة بينه وبينه قبل من التجوز أن لا يوجد شيء أن هو لن يقف بيني أو يحول بيني وبين مهمتي وجهادي هو يساعدني ويكون المساعد بتاعي بتقول احنا اطلقنا بس لما بعت للسجن وهو بعد روحت للسجن ب 21 يو بعد ما اتحكم علي بعد كده بما اني عملت وظيف في الزواج انا اصبحت حرة لتعطي كل وقت للقضية بقى هتروح لأبوها بتقول هل أبوك أصلا بتقول هو كان أبوها من خارج أزهر وبعك شجل تاجر وكده فهي بتحكي بتقول كان أبوها بيكلمني ان انا عايزك زعيمة اسلامية ومن وانا صغيرة وبيقول لها بصي فيه هدى شعراوي وملك حفن وناصف وفيه نسايبة بنت كعب المازينية فأنا عايزك تقول زي نسايبة بنت كعب هي دي اللي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها اختاري يا إما تكوني هدى شعراوي يا إما تكوني نسايبة عايزة تبقيمين فتقول بتقول أنا اختارت بأن نسايبة عشان كده كان فعلا هي لما بتيجي بتحكي في حاجات تانية بتقول أنا كان لما يجي قابل أي حد وهي صغيرة كانت تقول أنا نسايبة فلانة نسايبة نسايبة أن هي معناها هي دا اللقاء الورقة الثالثة الأخر واحدة النهاردة هنعدي عليها بسرعة ما فيه شوق هيعدي الكلمة على حاجات كتير بيقول زينب الغزالي أسطورية في رئاستها لجمعي السيدات المسلمات تحتفظ باستقلالها بعد الزواج وترفض العيش في ظل زوجها هويتها ليست عرضة لهوية زوجها أو عرضية وحقوقها لا تتوقف على حالة نزواته هويتها على العكس من ذلك تصنع إرادتها وإنجازاتها إنها مستقلة ماليا ومستريحة مادية لقد أصبحت في المصطلح القرآني أطفاله ومع ذلك لديها أطفال تعتمد بهم وتخدمهم إنهم أبناؤها وبناثوا الذين انخرطوا معهم في دعوة الأخوان المسلمين هذا هو السبب في أنها تقع وسط الرجال في أيام من حياتي وليس وسط النساء إن الكتاب كله هي برغم أنه كان فيه حميدة قطب وكان فيه حاجات وهي قالت إنه متصل بهم لكن الكتاب دايما اللي بيعذبها رجالة مع الهضيبي مع سيد قطب تتصل به مع مش عارف فهي دايما وسط الرجال مع حسن البنى هي وسط وسط الرجال وهكذا تتمتع باحترام ولقب وشرف الرجال في الإخوان المسلمين نكتفي بهذا القدر نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وإن كنا يعني اعتدينا فيعلم الله أننا في إطار إنكار المنكر وهي بصراحة ما أتت به وما نشرته زان الغزالي رحمه الله يعني فيه من المنكر الكثير والكثير ونرجو من الله إن اعتدائنا عليها أن يغفر لنا وارحمنا وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته